اعزائي مرحبا بكم جميع اهلا يا جمعة ثم مشروع بودي لو يتحقق الفلسفة في دقائق نحلم الدرس في الفلسفة في دقائق لو اردنا ان نلخص الخصوصية والكونية سواء بالنسبة لشعب العلمية او بالنسبة لشعب الأداب ثم طريقة بسيطة لا يمكن ان نكتشفها الا بعد الانتهاء من فهم مسألة الخصوصية والكونية اذا ما اردنا ان نفهم الخصوصية والكونية ماذا نجده نجد ثلاثة مفاهية الخصوصية الكونية والعولمة اذا سلمنا بان الخصوصية والهوية تقريبا نفس السجل القيمية والحضاري والثقافي الذين يتحرقون فيه اش عندي عندي خصوصية وهوية من جهة عندي كونية من جهة اخرى وعندي العولمة من جهتين اذا كنت نحب نقسم اشيوالي نبحث في دلالة كل من هذه المفاهيم نبحث في المقاومات والقيمة لكل من هذه المفاهيم ونبحث في الاحراجات والحدود لكل من هذه المفاهيم لو نبدأ بمفهوم الخصوصية والهوية في معنى بسيط للهوية ولا للخصوصية اذا كانت الخصوصية هي الخاص والشخصي والذاتي فالهوية ايضا تمثل بالمعنى الانتروبولوجي هنا مثل ما يتحق في الدرس في مستوى الدلالة تكون الهوية هي مبدأ الانتماء الذي يتشارك فيه افراد المجموعة الواحدة فيميزهم عن غيره دونك ينطلق مبدأ الهوية من تأسيس الانتماء على انه مصدر ومرجع يجمع ولا يتعمم على الجميع ينخرط فيه الجميع ويحقق مبدأ الاختلاف والمغايرة في جانب ثاني حينما نبحث في المقاومات والقيمة نجد ان الخصوصية او الهوية هي نسق رمزي وقيمي دونك هو نسق يحمل مجموعة من قيمة الاخلاقية هذه القيمة الاخلاقية اشتعم هي تحدد في سلوكات الافراد واحد اثنين كلما كان الافراد اكثر تشابوا الا وتحقق فيما بينهم روح التعاون والتضام هذه الهوية في مستوى قيمتها تدفع الى بناء المواقف واصدار الاحكام المواقف التي هي تتكون لدينا والاحكام التي نصدرها لا نصدرها بذواتنا وانما من خلال انتماءاتنا الثقافية او الحضارية او العرقية والدينية تمثل الهوية اسلوب حياة ونمط عيش كيف نعيش ما هو الاسلوب الذي نمارسه في حياتنا وينعكس على سلوكاتنا الهوية تعكس اذا تحديد منزلة الافراد وتعكس موقعهم امام انفسهم وامام الاخرين لذلك كان يقول تيلور ان اعرف من اكون هو ان اعرف الموقع الذي احتل في مستوى احراجات وحدود الهوية نجد ان الهوية تهدد دائما اذا ما تم الافراط فيها بالانغلاق والدغمائية والتعصب غالبا ما يؤدي الانغلاق او غالبا ما يؤدي الافراط في الهوية الى اقصاء الاخر ورفضه او انعزال اصحاب هذه الهوية على انفسهم بامكان هذه الهوية ان تتحول الى عائق ارتكاسي يجمد الافراد فلا يتقدمون بل يبعثوا فيهم روح ترتكس بهم الى الوراء رفض الاخر والادعاء بان هذه الهوية اكثر الهوية ثقافة قد يكرس مبدأ العنف والصدام وهو ما من شأنه ان يؤسسا لشكل من استهجان وتحقير الثقافات المغايرة او معادات الاخر ونفي الاختلاف في مستوى اخر كل هوية ثقافية تبعث في افرادها روح القوة بما يشعرهم بانهم اكثر قوة من غيرهم على ان هذا التصور قد يتحول في احدى مقتضياته الى ادعاء التفوق والاكتمال وهو ما يمكن ان يهدد هذه الهوية بالتصد في جانب اخر اذا ما نظرنا الى الكونية كمطلب فان هذه الكونية تفيد في احدى معانيها ما هو كوني ما هو شمولي ما هو معمم ومشترك وتمثل مجموعة الخصائص الانسانية المشتركة التي تجمع بين كل البشر فتوحدهم الكونية تبحثولة تنطلق منذ البداية من فكرتين الفكرة الأولى هو الانطلاق مما هو مشترك معناها من القواسم المشتركة والفكرة الثانية انها مطلب وهو مشروع انساني يريد ان يحقق الوحدة بين البشرة في مستوى المقومات والقيمة ماذا نجدوه؟ نجدو ان الكونية تدعو الى فلسفة السلم والتسامح والى نشر ثقافة الاخوة والمحبة كقيم انسانية لا يتحقق ذلك الا بالانفتاح والاعتراف الندي الندي في معنى ماذا؟ ان كل هوية تمتلك من القيمة ما يمكن ان يمتلكها غيرها ولا وجود لثقافة بامكانها ان تدعي انها اكثر ثقافة من الاخرى كل ذلك بامكانه ان يفعل الاختلاف ليتحول الى دافع للثرى ولكن هذا الثرى من شأنه ان ينعكس ايضا على مبدأ العيش المشترك ونحو تأسيس مبدأ التعايش الممكن بين الافراد في اطار نوع من الوحدة الانسانية والكونية انها وحدة الانسانية وكونية القيم الوحدة الانسانية تتأسس من الداخل على نوع من الوحدة الثقافية المركبة ماذا نقصد بالوحدة الثقافية المركبة كل هوية تحتفظ لنفسها بخصوصيتها الثقافية ولكن هذه الخصوصية الثقافية يتم الاحتفاظ بها ولكنها تعترف الاخرين بحقهم في الاختلاف وفي الانتماء الى خصوصية تتعلق بهم دون سوى في مقابل هذا ورغم هذه القيمة تعاني الكونية كمشروع من عديد الاحراجات اولها ان هذا المشروع يتخالط فيه الكون بالمعولة ثانيها ان الكون لا يزال محل صخرية واستهزاء او هو محل اسف من جهة نتحصوا اه لو كان يتحقق مشروع كيف انهك ولكن من جهة اخرى مزلنا نسخر من هذه التصورات التي نرها على نبلها نرى فيها الكثير من السجازة لذلك يعتبرها البعض انها مشروع مثالي وطوبة والشرق مثلا يترجمون هذه الكلمة الكلمة اليوتوبي عندنا نحن في الفرنسوية بالانجليزية يوتوبيا يوتوبيا ولكنها يوتوبيا سعيدة تحمل هذه الرومانسيات الحالية الى جانب ذلك هل كوني هذا قلنا راهما هوش كوني هو اكثر من كوني هو كوني انساني يغرق في المثالية ولكنه كوني مخادع يغرق في النفعية هذا كعلاش الكوني هذا في الحقيقة ينتهي في الاخير الى انه يهلك داخل العولمة في مستوى ثالث حينما نبحث في العولمة ماذا نقصد بالعولمة المقصود بالعولمة هي عولمة السوق والاقتصاد والسياح بل مقصود بذلك المقصود بها ان الشيء لم يعد تحتكره منطقة معينة او جماعة انسانية معينة وانما اصبح بامكانه ان يتعمى مع الجميع ويصبح عالمي الانتشار فما يوجد في منطقة هو ذاته وما يمكن ان يوجد في كل مناطق العالم في جانب اخر اذا ما اردنا نبحث في قيمة ومقومات العولمة خاصة وان بعض المواضيع تتناول هذا التصور يجيني يقول لي هل يجب ثقة في العولمة ايش مش تقول على العولمة ها ها يا الحواجة نجم نقولها على العولمة العولمة حققت ثورة تكنولوجية ومعلوماتية واتصالية شاملة اليوم اللي بورتابل اليوم التوجه الرقمي الاتصال التكنولوجي الادوات التكنولوجية قد حققت شكل من الرفاهة انعكست على حياتنا فجعلتها اكثر سعادة واملا هالمشروع هذا يمثل مشروع حضاري يمثل ارقى منويل تاريخي للتنمية عرفته البشرية المنويل هذا العولمة في الحقيقة هي حصيلة عبقرية العقل البشري ونبوغة هي تتفاخر بما وصل اليه العقل من نبوغ في فكرة اخرى العولمة وما تؤسس له من قيم يتقاطع في الحقيقة مع ما روجت له فلسفة الحداثة من قيم انسانية العولمة ايضا لا تهدأ الا بتمويل المشاريع المعرفية الدراسات والبحوث العلمية التي التي يصلون بها لارقى النتائج والتي تستفيد منها كل البشرية سواء من شارك او لم يشارك في هذه البحوث العلمية مع ذلك حتى العولمة هناك من يتناولها بالنقد يعني ان العولمة مثل ما يكون لها انصار ومناصرين يدافعون عنها فلها منتقدين فلها منتقدين ينتقدونها ويأخذونها يمكن ان نقسم مخاطر العولمة واحراجاتها الى اربعة تصورات تصور اقتصادي هذا التصور او هذا النقد الاقتصادي من حيث ان العولمة هي تكريس لمنطقة اقتصاد السوق هي نهب لثروات الشعوب هي اثقال لكاهل الدول بالديون المشروطة وفي الجانب السياسي لا تفتأ العولمة سياسيا على خرق سيادة الدول وسياستها تعمل على التحكم في مصير العالم والاعتداء على سيادتها واستقلاليتها توسع من مجال الصراعات والحروب ثقافيا نمذجة الثقافات المحلية الغاء الخصوصيات الثقافية وتمسيها التنمية الثقافي المعاولة اتصاليا الآن يحدث هبة اتصالية ولكن هذه الهبة الاتصالية رافقها تراجع في المكتوب شوف اليوم كيفاش تراجعنا على القراءة وكيفاش نبحث عن أسهل الطرق سواء في البحث ولا في المعرفة ولا في الدراسة هايمنة الافتراضي هايمنة الافتراضي صنع العلاقات الإنسانية وجعل هذه العلاقات الاتصالية علاقات اصطناعية هذا أدى إلى أزمة هذه الأزمة ساهمت في تأزم التواصل رغم الثورة الاتصالية في معنى أن هناك تراجع للوسائط الكلاسيكية الدين اللغة المكتوب الشفوي في مقابل ذلك أصبح أصبح الرقمي وأصبح المشهدي وأصبح الاتصالي هو الذي يأخذ حيزا يتسع بعد يوما بعد يوم ويهدد مختلف العلاقات الإنسانية هذه تجربة حبينا نشوفها هذه تجربة تتعلق بالفلسفة في دقائق إن شاء الله نكون فتكم في مسألة الخصوصية والكونية من جهة القدرة على التلخيص مرحبا بكم دائما ترجمة نانسي قنقر